اشتركوا في القناة 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 تخيل لو مثلاً لعب كوين هنا عشان يمنع دي أكل بيدق في بيدق يأكل أحط الرخ يمشي بقيت منتشر أحسن منه والفلين جايين جامدين والدنيا بيزة وط إزها بنينج بجد أده لعب كده فعلاً أكلت معندوش وقت يعمل الكلام ده عندي فيل وتعالي يا معلم أيوة أنا كنت بتنبأ بالمباراة ولا إنت بتعمل إيه يا ستا يست أو أنا بتنبأ بالمباراة ولا إيه يست طب ما لإيه يست هات الرخ دي ممنوعة عشان دي جامدة بيمشي هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وضعه وحش وضعه وحش قوي لاحظ أن أنا يعني أنا على وشكي أن أخسر فرقاً ومع ذلك بقول عليه وضعه وحش ليه لإن الفلين في رؤعة مفتوحة الفلين بتوعي وأخدين سيطرة عن الفلين بتوعه أتوقع أني نايت دي فايف قوية هات الفيل عندي شعور نايت دي فايف أقوى حاجة طب أنا لو مشيت كده وهو أكل ونكلت آه نايت دي فايف قوية فعلاً آه فعلاً فعلاً قوية طيب أنا همشي طالباً فرق كان عنده نقلة حلوة بس ما شفهاش أوكي وأنا همشي طالباً الوزير وطالباً الحصان اللي ورا الوزير حياكل آه طبعاً لو أكل رخ فرخ يخسر أكل الحصان الأول أوكي حاكل كده عشان ما يكسرش ولا إيه استنى كده لا استنى كده خالص أيوة آه أنا عجبني أكل بالرخ دي عادي ولو أكل رخ فرخ أصلاً مش عايز دي تيجي بس دي عليها دي ولا إيه آه لا هي دي جمدة عايز قطعة عنده دلوقتي يعمل كده آه أوكي دي موجودة فعلاً آه فعلاً على رأيي رقية لا لا مش موجودة ولا حاجة بشيب تيكس بشيب تيكس روك تيك أوكي قرر أن يترك فرقاً هذا من فضل الله تعالي بعدين حلوة دي بتهديد مباشر أكثر واخد الفيل فيحرك الفيل أحط الفيل في وش الفيل حميت البدع وأصبحت الأمور أيوة أيوة لا مانع لا مانع بقى فرق فرق صافي حلو تجنب التكسير صاحبنا نقلة قوية وجيدة آه والله نقلة قوية وجيدة مستفزة في نفس الوقت شكراً لقد تطوره بيشيب تيكس عميس بيشيب تيكس بيشيب سي فور روك اي ون نايت دي ثري روك اي سافن اي سيكس لا يبدو ان هناك لعب بشكل جيد طب اراك في نايت هنا الاول عايز الفيل السخيف ده اه ممكن ياكل هنا بس ساعتها باكل بالفيل بياكل بالفيل باكل الحصان انا عايز اخلص من الحصان الحصان ده عايز اخلص من الفيل ده الفيل ده مزعج بيشيب تيكس بيشيب روك تيكس بيشيب نايت تيكس بي تو نايت تيكس اي سيكس حلو هذا ما ظننته وفكرت فيه لكن دلوقتي سمحلي انا باكل هنا وبعمل كده وباخد البيدأ هذا الشكل اه اتوقع انه يجب ان يكون مكسب يجب ان يكون مكسب عايز ينزل سبعة من حقه والله الشكل ده دمه تقيل دمه تقيل على قلبي قوي ولعبت قريب حاجة شبهه كده ومش مش مبسوط بيها بصراحة بدأ ده بيقع الا اذا الا اذا استطعت ان اجد حلا لهذا الضغط على الاف من خلال روك بي ثري روك اف ثري الفيل ده تعويض سفاح عن ما نحن فيه او اطلع دلوقتي افك الربطة ينزل سبعة انزل سبعة هياخد بي دق من الاتنين اصلا ما هذا ولماذا يا رباه امشي يا فيل هيدفع البي دق يحمل فيل اه ابقى سيب له البي دق وخلاص وانزل سوابعة سوابع زينب يلا روك سي تو منطقي طبعا هنا وياخد البي دق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا هسيب البي دق انا مش فرق معي بقى معلش او لو اكل البي دق ده دلوقتي انا هتزحلق هنا عايز البي دق ده وعايز مات شكل صعب انا عارف ان فيه تعويض ممتاز عن الفرق الوقتي تعويض اكثر من ممتاز حلو ركف هات الفيل ها يديني فيل في بي ده اساسا اوكي ها 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 دي عجباني دي عجباني دي عايز ادينه ماتفو واحد ما بتتحلش او الله اعلم ما اللي بيحصل بس دي عجباني فيل في بي ده همشي عايز ماتفو واحد ما بيعرفش يمنعها ولا بيعرف ينهر اسويد بيعرف روك تيكس وبديله كيش بيرجع يغطي بال دي الرخ بكيش يا عفريت سلام يا صاحبي ايوه انا موافق انا موافق عالكلام ده اه لازم ابدأ اتحرك سريعا ماشي تعال انكسر يا دوب تعادل هنشوف بقى الشكل يعني الانجين هيجيب مكسب منه ازاي حاول اعمل بلوك بس للبيدق ده هو عايز يخش عالبيدق ده دلوقتي حقه اام اش عارف اقدر امنعه ازاي ممكن امنعه باني اضغط عالبيدق ده مثلا اه مثلا كيس لو اكل هاكل هنا بكيش لو دفع البيدق لازم اروح ارائب البيدق واضح ان ما فيش مرائبة منطقية للبيدق لازم ارجع كده وحاول اروح كده اوكي البيدق ده سقط سقط البيدق ممكن اعمل مش عارف ممكن اعمل ايه اعمل كده مثلا انوع من انواع انه هو ما تعديش يا مالك ولا حاجة وبعدين اقرب كده مثلا ايه الوقت اللي بيضيع مني ده في ايه مهم هقف هنا شوية هقف هنا شوية اوكي انتظاري وهخش عشان عايز البيدق ده وهاكل وهقرب وهقرب كده تستغربش اصلا ماشي اوكي 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 نرائب البيدق نرائب خش تعالي كش ماشي ماشي خش مش لاحق مش لاحق مش لاحق مش عارف اجيب فكرة بصراحة وبقى معاين 6 ثواني وهم عا 16 ثانية فضيعة معقول مفيش تعويض عملت شغل كويس والله اي ثري نايت سي ثري الاولى على الداتابيز على فكرة التحضيره بتاعتنا اي ثري الشكل بقى اصفار خلاص نايت دي تو انا عارف ان كله ده ملعوب قبل كده بيشيب اي تو دي جديدة شفتها ايش دي ماشي ايتش ثري واحدة من النقلات المرشحة على الانزين كوين اي وان تبييد ضرب البيضة مشيت اكل اكلت اكل اكلت سي فور الشكل مازال صفار دي وحشة علشان روك اي وان كانت اقوى بهجوم على الملك لكن العبت سي فايف التالتة على الانزين وخدت القرار بسرعة يعني تقريبا بعد 7 ثواني بس مش وحشة ابدا لان انا عارف ان الهدف الاساسي ان انا انشط الفيل بتاعي اوكي اكلت تاني طلب مشيت انا شايف ان انا احسن هنا بعد بشب اف ثري بستموف اف للسكة نايت بي ثري على طول انا شفت نايت بي ثري على طول بس زيت فوق ده كله باكل باكل وبعدين بياكل هنا ولو اكل اوه روك تيكس دي سافن اوكي نايت بي ثري نايت بي ثري مازال معايته فوق اسطوري برضه نايت بي سيكس خدت فرق بشب 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 نايت سي فايف النقلة رقم اتنين ومعايته فوق اسطوري اكل 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 هات مشي اكل ازاي هنا معايته تفوق ده انا محتاج اتعلم بقى انا بواست الدنيا ازاي روك سي ايت من النقلات السليئة اوكي روك سي ايت والان روك بي سافن مزبوطة وهنا في بلندر فادحة تلعبك وقعت التفوق جامد جدي اه دي حقيقة طب الصح كان ايه روك دي سافن بتمبو طب هيحمي البيد الان اصبر وادفع البيد حلو الكلام فيش حاجة واضحة ملكه مقطوعه وانا مقمن ومفيش حاجة واضحة بشبت بي سيكس مثلا الان ايوا انا عايز النقلات دي الان فيه كينج ايتش 2 واسيب البيدع عادي دلوقتي روك بي وان قاتله ولو افل السكة ياخد متات اه الموضوع كان محتاج شوية حنكة وصبر ماشي دي كمان كانت وحشة بس لا كنت شايف بصراحة كنت شايفت ان يرجع يغطي بهذا الشكل لكن هنا روك بيقدي عمري ما هلعبها عشان الملك هيهرب يعني مش مقتنع ان الملك يهرب لكن روك دي سافن ربما كانت قوية الان اذا اكلت صباح الفل التهديد مش موجود يعني نفس الفكرة طب انا منعتها ليه عشان شوفت عليها دي فهيقفل السكة بتاعت المات دلوقتي مش عارف هجيب المات تاني ازاي كده مثلا خلاص روك تيكس عمليا برضو الامر مش سهل يعني ملعبت دي عشان عارف انه هيرجع يقفل السكة اسألك روك بي ثري عايز تعمل كده طب لو اكل دلوقتي بتاكل هنا الاول اوكي طب معلش هو دي ما كانتش موجودة يعني ولا ايه اه اه لو لما بمشي احاول لدي نماني ترخ في بيدها اوكي والان انا يا دوب هربت يا دوب عرفت اهرب هنا هنا الشكل يا دوبت عدل بس بس اصفر مني صفر مني غصبا عني يا جدع كيش لعب It's a drawn position A drawn position يا اخي اتمنى تكون اتبسطت واستمتعت وعملت لايك واشتركت يا اخي والله اتمنى والله اشوفك على خير نارض بالليل ان شاء الله عندنا حلقة جديدة من المرشحين ونراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة